سيد محمد الشرقي تم الإعلان عن اتفاق وشيك ما بين المركزيات النقابية والحكومة هل سيخرجنا هذا الاتفاق من النفق المسدود الذي دام 8 سنوات في نظرك؟ أعتقد أن بعد 8 سنوات كما تفضلت كان لابد من الوصول إلى شيء وبالتالي أعتقد أن الحكومة فشلت كحكومة ووزارة الداخلية نجحت كوزارة لأن الحكومة السابقة نقول كانت لا تريد حوارا بالمفهوم الحوار كانت تمارس نوعا من الدكتات أو الأوامر وبالتالي فشل كما نعرف لمدة 7 سنوات هذا الحوار الاجتماعي اليوم توصل الفرقة إلى صيغة صيغة وسط بالحقيقة هو أنه يتم زيادة على مدى 3 سنوات للقطاعين العام والخاص 10% للقطاع الخاص على مرحلتين وحوالي 500 إلى بين 400 و 500 القطاع العام على 3 مراحل طبعا في المحصلة أفضل شيء هو أن نصل إلى شيء من لا نصل إلى أي شيء لكن برأيي أنه اليوم هذه فرصة لنعيد النظر في مهو الحوار شرية المالك أكد عليه في خطاب العرش يجب أن نبقي على الحوار لأنه لو كنا بالحوار منذ 7 سنوات نجح الحوار ولا علاق النصر لكن اليوم تجاوزنا هذه النقطة يعني ربما النقطة الزيادة في الأجر لم تكن هي النقطة الوحيدة يعني هناك نقطة كثيرة في الحوار الشمال يعني حرية النقابة حرية الإضراب حرية العمل ما هي النقابة كتعطير للعمال دورها في الإنتاج إلى آخره ولكن على القل من ناحية أن التوصل إلى شيء اللي هو كما قلنا 400-500 درهم وزيادة 5-5 بالنسبة للقطع الخاص أعتقد من وجهة نظري أنه لا بأس به سيعيد للنقابات يعني نوعا من المصداقية التي فقدتها على المدى يعني السنوات الأخيرة وربما يعدد نقول الحكومة التي يعني تواجه شرخات داخل بنيانها ومكوناتها الداخلية